نشهد الصاحة الفلسطينية والإسرائيلية تحركات دولية وإقليمية لتثبيت التهديئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال البحث عن حلول دائمة فما هي تلك التحركات؟ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يزور إسرائيل ويلتقي برئيس وزرائها بنيمين نتنياهو لبحث ترسيخ دعم وقف طلاق النار والتركيز على ضمان استمراره كما يلتقي راب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث جهود التهديئة مؤكدا أن بلاده تدعم حل الدولتين باعتباره طريق الأفضل لتحقيق سلام دائم بين الطرفين واشنطن هي الأخرى كثفت من ثقلها الدبلوماسي وأرسلت وزير خارجية أنتوني بلينكين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية إذ أكد بلينكين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين نصر هي الأخرى سعت لخلق مناخ مناسب لإحياء عملية السلام خلال لقاء وزير خارجية سامح شكري من رئيس الفلسطيني منذ عدة أيام في مدينة رامالله وقال شكري أن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وملف إعادة الإعمار بقطع غزة دون إخفال جوهر القضية الفلسطينية وسعي لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية وعلى نحو موازن أيضا أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي وجود تنصيق مع أمريكا وأوروبا للبتء في إعادة إعمار غزة مشددا على أنه لا حل في المنطقة إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى خط التهديئة أصدر الاتحاد الأوروبي أيضا بيانا رحب فيه بوقف طلاق النار مع تأكيد العمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية والتزامه الثابت بحل الدولتين وفي النهاية فإن كل الجهود المستمرة الآن يعول الكثيرون عليها لتحقيق سلام مستدام وإنهاء الصراع موسيقى